هل هناك مواد تحبس الحرارة؟ يعني مش فكرة أن حرارة الشمس دخلت جوه البيت دلوقتي الجو مثلا درجة الحرارة مرتفعة فأشهد الشمس دخلت البيت فجوه بالفعل حر ومتصط الحرارة لكن هل هناك مواد ممكن تحتفظ بالحرارة؟ ده سؤال جميل جدا 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 هو بالفعل هناك مواد تحتفظ بالحرارة وبرضه لو رجعنا القديم إيه؟ كل المواد الصلدة ومواد الديكور اللي معمولة من حاجات صناعية ستيل اللي ستيل كله بالكامل الحاجات اللي معمولة بكسافات عالية بعض التجاليد للرخام لو نزل عليها شمس مباشرة تحتفظ بالحرارة طب زمان بيوتنا كلها كانت إيه؟ في البيوت الأديمة ألواح حشب دي طبيعية بتمتص الطاقة السلبية من الجسم بتمتص أي طاقة سلبية للموجات الكهرومغناطسية اللي جوه المكان بتعزى الحرارة عزلي جيد لا تحتفظ بالحرارة اللي بتنزل عليها دي حرارة بتكلم على القرارة اللي دي حتى الآن البيوت دي موجودة اللي هي لو بصت عليها من بره ستلاقي أوائم الخشب موجودة لو الواحدة عند جده أو عند جدته في البيت سيلاقي الأوائم دي سيلاقي الألواح دي ويلاقيها رائعة وسؤال بقى ونمط العمارة كمان كان السقف فيه عالي طبعا ده واحد اتنين البلكونة واسعة زي ما قالت جمانا الزرع موجود في ممر هوا دايما موجود يعني فيه شباك في الأول وفي شباك في الآخر فبيسمح بغرور الهواء الحلول السهلة دي ليه بعدنا عنها عايزة انها نرجع نركز عليها يبقى فيه برامج توعيزة اللي حضرتكم بتعملوها شوفوا رسالة جمانا بتسأل أسئلة على فكرة هي جواها معمارية صغيرة يعني فيه معمارية صغيرة شايف حت البلكونة اللي بتتكلم عليها اهم حاجة فيها مش الناس وقفوا في الهواء بس لا البلكونة دي عبارة عن شد للي تحتها عبارة عن مظلة ما بتدخلش الشمس على الحيطة اللي تحتها يعني الوجهات الجنوبية لو عملنا فيها مظلط مايجيش شمس خلص على الحيطة لأن زاوية الشمس صيف تسعين درجة تتسعة وتمانين درجة فقط احنا في الوقت العمارة بقيت كلها بزق واحد كتب شايف البروجات دي دي مهمة جدا جدا ترمي الإزلاط دوت طب حكاية السقف العالي ليه أريح هو الهواء السخن بيطلع فوق والهواء السائع تحت لما السقف بيعلى كل الهواء السخن اللي جواه الأوضاء هيطلع في المتر دوار اللي موجود عند جدودنا في الصعيد لغاية دلوقتي ودرجات الحرارة في الصعيد عالية جدا ما بتحسش فيه بأي إيجاد حراري رغم أن مش مفيش تكيف ولا حاجة عشان مجموعة من العوامل الشيشان خشب الحطام معمولة بنطين أو من الحجر العريض ما بيدخلش الحرارة السقف العالي بيخلي الهواء السخن اللي جواه الأوضاء يطلع في التلت الفؤاني ويبقى الناس عادة في وسط حراري جميل جدا جدا مش محتاج أنك انت لو شغلت مروحة صغيرة خلاص مروحة سقفة كفيلة بكل اللي انتهاء طب الناس اللي ما عندهاش فلوس تجيب سلكة أو تعمل عزل بتاع الفون دوت تعمل ايه فيه أفكار كتيرة جدا عارف حدك أزائز المياه اللي بنستعملها المعدنية لو احنا جبناها كلها بالكامل وقفلناها كويس ورصناها جنب بعض دي حلول بقى بتعمل في دول شرق آسيا بدأي حول بدأي لو رصناها على السطح هيبقى كل ساكن بقى عنده هدف بقى يشرب مياه ويجيب أزائز ويحطها ويحفق حتى حافز على البيئة ويقوم حاطت على الكلام ده طبقة أسمنتية صغيرة ده هيعمل ايه عزل عزل حراري 10 سنطي هوى وببلاش وببلاش بحاجة رخيصة جدا ويحطش عليها مونة وأحكمها عشان الهوى والحاجات هتعمل عزل حراري جيد طب لو حد عنده حاجة بس برضو لازم دايما يعمل فضية ما فيهاش مية فضية هي لو فيها مية هتنقل حرارة صح بالحمل زي ما بنسخن حلت مية تفضل تسخن تسخن بالعكس تعمل نتيجة عكسية تحتفظ بالحرارة وما تطلحاشوا وتنزلها لهم بالليل زي البحر بقول البحر بيفضل يسحب المية الحرارة احنا بنقول كل إنسان بيتولد جوا معماري بس في أحد بيتولد جوا معماري والتالي معماري كبير قوي وده بيقود دائما لأنه عنده رؤية وفيجين كبيرة قوي للبناء والتعمير والحاجات دي كلها